خلوا بالكم من ولادكم ومن نفسكم علشان الزكاء الاصطناعي داخل علينا دخلة اللي مايرحمش الفترة بدأ الكلام عن الزكاء الاصطناعي وكليات الزكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي على كل حاجة في حياتنا تتكلم على الطاقة فيها زكاء الاصطناعي كل حاجة داخل فيها زكاء الاصطناعي الفترة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين كان بدأ موضوع فن كده ان هو الزكاء الاصطناعي داخل في موضوع الأغاني نتركب أغاني مطرب بيغني أغاني لحد تاني أو حالك وفاكرين الموضوع لكن انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة فكرة ومرحلة دخولنا لغزو الزكاة الاصطناعي ده مرحلة جديدة جداً من حاجة اسمها الخداع عشان كده بقول لحضراتكم نخلي بالنا قوي من نفسنا ومن ولادنا لأن كل ولادنا معهم موبايلات وما حدش عارف هم بيدخلوا عليه تحديداً مع انتشار حسابات لشخصيات وهمية الشخصيات دي موجودة كأنك بتتكلم مع شخص طبيعي جداً موجود صور وبسطات وكومنتات ويرد عليك بطريقة منمقة كده ومنظمة في النهاية اكتشفوا الخبرة انها حسابات معمولة بوسط التقنيات الزكاة الاصطناعي وملهاش أي وجود في الحقيقة ده معنى مرعب لأن الصفحات دي هتستخدم في حاجة اسمها اللجان الالكترونية بمعنى تقدر تأثر بالإجاب والسلب في أي موضوع وبينائش السؤال ازاي نكتشف الصفحات الوهمية دي وده أهم سؤال في فقرنتنا النهاردة ازاي اكتشف ان الصفحة اللي انا بكلمها دي او موجودة معايا الشخص اللي انا بكلمه ده شخص وهمي او ان الصفحة دي معمولة بالزكاء الاصطناعي طب ازاي لو اتنشرت صورة مفبركة بالزكاء الاصطناعي او الشخص ده ازاي اقدر احذفها او اتعامل معها